نعم لكن هناك كما ذكرت هناك تثبيت للقواعد في معركة سيف القدس السابقة ألا تظن لو المقاومة لم ترد على مثل هذه المسيرات أو كذا فيكون هناك خلل في تثبيت قواعد المواجهة مع إسرائيل تمام أنا لو سألتني المقاومة هل نرد بصواريخ كما عام 2021 سوف أقوله لا لسبب واحد أن الاحتلال فهم التكتيك بذلك الحرب وأصبح متيقضا وحذرا وجاهزا له المسألة الثانية هي مسألة أن هناك مناطق واسعة تستطيع أن تشاغل الاحتلال فيها وهذه مدينة القدس والضفة الغربية 3 مليون الداخل الفلسطيني من الفلسطيني 2 مليون قطاع غزة لوحده 2 مليون نحن نتكلم عن 7 مليون فلسطيني بالإضافة إلى ربما جاء الموعد الذي يتكلم فيه الجميع بصوت عالي يوجد 7 مليون أو 6 مليون فلسطيني في الخارج لماذا لا تكون هذه مناطق هي مناطق الرد على الاحتلال الإسرائيلي فمدينة القدس هي للجميع ومسجد الأقصى للجميع وبالإضافة أن المسلمين والعرب لهم حصة في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس أيضاً عليه المواجب وهو المشاركة في الدفاع وفي إيلام الاحتلال الإسرائيلي لما يقترفه ضد المقدسات وضد البشر في مدينة القدس